السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله امرين اتنين ايوا الاحباب الكرام نقوم بهما وان شاء الله تعالى لن يصيبنا الا الخير الامر الاول وهو اننا نكثر من العبادة والذكر لانه هو الاساس الذي خلقنا من اجله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فعلينا ان نكثر من ذكر الله تعالى اذكار الصباح واذكار المساء واذا سمعنا النداء للصلاة حي على الصلاة حي على الفلح نقوم للصلاة نترك ما بين اينا من اعمال واشغال وملاهي نقوم للصلاة هذا الامر الاول اذا قمنا به والله وبالله وتالله لا نخاف ابدا لن تشعر في قلبك بالداخل بذرة خوف واحدة الا من الله وحده لا شريك له لا تخاف ولا من الالم ولا من الموت ولا من الهلاك ولا من الفقر ولا من الظلام ولا من المجهول ابدا ليس هناك ذرة خوف في قلبك الا الخوف من الجليل سبحانه وتعالى كيف ذلك لما نكتر من هذا العمل الذكر والعبادة يكون قلوبنا وعقولنا والسنتنا مرتبطة بالله الامر الثاني وهو صنائع المعروف صنائع المعروف ان المؤمن دائما يفعل الخير دائما يصنع المعروف اينما كان هناك عمل خيري اينما كان هناك عمل انساني اينما كان هناك عمل يدخل الفرحة والسرور الى قلوب العباد نتصابق اليه حتى جاء في الحديث احب الاعمال الى الله تعالى سرور تدخله على قلب المؤمن صنائع المعروف هي ان الانسان دائما يمد يدي الى الخير اما صدقات واما اعانات ويفتح بابه باب بيته لاستقبال العائلة والاحباب ويسامح ويتجاوز ويصفح ويقول عفا الله عما سلف واذا ظلمه احد او اساء اليه يقول ذلك مبلغه من العلم ذلك قدره ونصيبه من الدين فلا حرج عليه دائما المؤمن عنده صنائع المعروف والحمد لله رأينا بعد هذه الشدة رأينا الخير فعلا يظهر في بلادنا لان ربنا عز وجل اراد ان يرى وعلم الغيوب يرى رد فعلنا يرى صانعنا بعد ان اصابنا بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون هذه قاعدة ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولكن ترجعون لما ابتلنا الله هذه المرة بالشر ماذا رأى منا رأى معدنا طيبا صالحا عند المغاربة اجمعين معدنا طيب الحمد لله هذا ما شهدناه شهدنا الحمد لله روح المبادرة في كل شيء اول ما رأينا الناس يرفعون اكفة دراعة بالباري ويطلبون الله تلعفو والعافية والسلام لإخوانهم ثم رأينا الناس يهبون للتبرع بتحقن الدم حتى فاض الخير ثم رأينا الناس يهبون بالشاحنات ينقلون المواد الغدائية أشكال وألوان ثم رأيناهم يحملون الأغطية والأفرشة والخيام لإغاثة هؤلاء الناس المتدررين ثم رأينا التبرعات المالية في عدة مواطن الناس يساعدون هذا الصندوق الذي وضعت الدولة ورأينا الحمد لله السلطة العليا في البلد القائد الأعلى يأخذ البادرة يأخذ البادرة أولا بأن يتبرع هو بدمه رغم الظروف الصحية التي يمر بها شفاه الله تعالى ورأيناه ينتقل من الرباط إلى مراقش إلى المستشفى المركزي محمد النسيس بن مراقش وقريب من مواقع الخطر ويترقب ويراقب المرضى ويصافحهم ويعزي الناس لعندهم مصابين يعني في جولة عظيمة ثم رأينا الحمد لله المساعدات التي بدأت تتدفق على المغرب من جهات متعددة ورأينا التدابير الملكية والحكومية على وجه سواء لإغاة وإعادة البناء والتأهيل ورأينا الشعب كله الحمد لله بجمعياته وأفراده ونسائه الكل يهب ماذا رأينا هذا؟ رأينا الله يتجلى يتجلى رأينا الرحمات رأينا البركات رأينا التضامن رأينا التآذر رأينا التسامح والعالم الآن ينظر إلينا العالم يترقب يقول من هو هذا الشعب؟ هذا الشعب الذي فيه هذه رغم الظروف المادية الصعبة عنده ومع ذلك استطاع أن يقوم بهذه الأعمال التضامنية هناك من بقي مشدوها هناك دول لها حسابات ضيقة نسأل الله أن يغفر لنا ولها بقيت مشدوها تنظر إلى ما وقع بالمغرب وصدق من قال بأن ما رأيناه هو عبارة عن مسيرة تضامنية خضراء جديدة المسيرة الخضراء مضفرة كانت في 1975 في اتجاه أقالي من الجنوبية اليوم مسيرة خضراء مضفرة في اتجاه الحوز وما جاوره ورأينا كيف أن أزمة الكورونا التي ابتلن بها الله تعالى أدخلتنا إلى بيوتنا ثم رأينا كيف أن أزمة الزلزال أخرجنا من بيوتنا وأخرجنا من أقاليمنا فكل هذه الأشياء إنما ربك يتجلى فلسفة هذه الأشياء كلها ربك يتجلى منسوب الإيمان صار قويا عند المؤمنين واليوم الجمعة اليوم هناك عدد كبير من الدوائر من أهل الدين يقيمون حفلة ترحم بعد سطل الجمعة أو بعد العصر في عدة جيات من المملكة الشريفة مجموعة من الصالحين من الذاكرين يقيمون خيام كبيرة يجمع فيها الفقهاء هناك من سوف يصلي الجمعة ووضعوا الإطعام الكسكس للجميع ثم قراءة السلك ثم قراءة الأمداح النبوية والهمزية والبرضة والأذكار ثم الدعوات لهؤلاء فالمغرب كله صار مسجدا المغرب صار مسجدا الآن تذهب إلى المساجد تجدها مكتدة بالمصلين والنساء صرنا أكثر تدينا وبحثا عن الإيمان لما تراهن من تنافسنا في الخير كل هذا الحمد لله المسؤولون الكبار رأيناهم قدوة الجيش القوات كلها الدرك والأمن والسلطة المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة كل القوات التي تشكل رمز الدولة كلها كانت في المقدمة وفي الميدان ورأينا الحمد لله الأطقم الطبية ورأينا الأساتذة الآن مع بداية المشوى التعليم تعليم معظم الدروس التي يقيمها الأساتذة في المدارس وفي الجامعات تتحدث عن هذا الموضوع جميع رجال التعليم والنساء التعليم يؤثرون الطلبة والتلاميذ ويغرسون فيهم هذه القيم رأينا كذلك القضاة أول متبرعين هو من القضاة تبرعوا بأجرة شهر وهكذا حتى رأينا الحمد لله العلماء في المساجد يقيمون الدروس وخطب الجمعة المنبرية ثم رأينا الإعلام الإعلام المغربي بكل أطيافه وبكل درجاته وبكل أشكاله انخرطا واعيا مسؤولا لغرس هذه القيم فكل هذا نقول إن الله يتجلى فاللهم لك الحمد على كل حال ونعود بك من شر أهل النار اللهم يا رب اجعل ما وقع لنا آخر الأحزان واجعل بعده يا ربي الخيرات واجعل بعده البركات واجعل بعده الفتوحات واجعل بعده الإشراقات اللهم ارحم جميع موتانا وموت المسلمين اللهم ارحم ضحايا هذا الزلزال واجعلهم عندك شهداء واجعلهم عندك شفعاء واجعلهم عندك في أعلى إليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وزدنا يا ربنا من الخيرات ولا تنقصنا وأمطر علينا مطر الرحمة ربنا اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما زلنا معكم أيها الأحباب الكرام نواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكلمات اللحظة من الرباط معنا للا خديجة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة